على الرغم من وجود برامج مختلفة لإدارة قواعد البيانات إلا أنه يمكنك استخدام برنامج المايكروسوفت إكسل لإنشاء جدول قواعدة بيانات بطريقة بسيطة للغاية فكيف يمكن أن يتم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الثاني بعنوان إنشاء قواعدة بيانات والتعامل معها وفي هذا الدرس بإذن الله سنتعلم على كيفية إنشاء قواعدة بيانات خاصة بنا يمكن معالجة قواعدة البيانات بناء على البيانات التي قمنا بجمعها من النماذج الإلكترونية وذلك عند فتح ملف المايكروسوفت إكسل الذي تم تصديره عبر النماذج الإلكترونية عبر الإنترنت وبعد فتح الملف سنلاحظ أن جميع البيانات تم تخزينها في جدول قاعدة بيانات لذلك ستتعلم على كيفية التعامل مع قاعدة البيانات وذلك عن طريق فرز البيانات التي تم جمعها ومن ثم تطبيق عوامل التصفية عليها فإذا كانت لدينا العديد من السجلات ونريد فقط رؤية سجلات تشترك في بيانات محددة فيمكن أن نطبق عامل التصفية عليها وذلك لعرض مجموعة محددة من السجلات فقط إذن بعد فتح قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها عبر النماذج الإلكترونية نقوم بتنسيقها بحسب ما يناسبنا ونلاحظ أن هذه القاعدة تتضمن العديد من السجلات وكذلك العديد من الحقول ونلاحظنا في الأعلى توجد لدينا أسماء الحقول الموجودة في هذه القاعدة ونلاحظ هذه الأسهم التي يمكن من خلالها إجراء عملية التصفية فلو نقرنا على السهم الموجود في حقل العمر سنلاحظ أنه قام بعرض جميع الأرقام المتوفرة في هذا الحقل فلو أردنا اختيار أحد هذه الأرقام كل ما علينا هو أن نقوم بإلغاء علامة الصح أمام خيار تحديد الكل ومن ثم اختيار الرقم المطلوب مثلا خمسة عشر ثم موافق سنلاحظ أنه قام بعرض هذه السجلات التي تتضمن الرقم خمسة عشر في حقل العمر ونلاحظ تغير شكل السهم إلى شكل القمع يدل على أن هذا الحقل تم تطبيق عامل التصفية عليه وبإمكاننا أن نعيد الكرة من خلال النقر عليه واختيار أي من الأرقام بجوار الرقم خمسة عشر أو القيام بتحديدها كلها من خلال إضافة علامة الصح أمام تحديد الكل ثم موافق سنلاحظ أن نقام بإعادتها كما كانت بهذا الشكل وبإمكانك أن تضيف هذه الأسهم على عنوين الحقول بأكثر من طريقة فلو كان لديك جدولا سابقا قمت بإنشائه وتريد أن تقوم بإضافة هذه الأسهم عليها كل ما عليك وأن تقوم بتحديدها أولا ومن ثم تنسيق هذا الجدول من خلال الذهاب إلى قسم أنماط ننقر على التنسيق كجدول وذلك عن طريق النقر على هذه الأداة ومن ثم نقر على أي تنسيق من هذه التنسيقات مثلا هذا التنسيق ستظهر بعد ذلك هذه النافذة سنقوم بوضع علامة الصح أمام هذا الخيار ومن ثم ننقر على موافق سنلاحظ أنه قام بتنسيق هذا الجدول وإضافة هذه الأسهم بجوار هذه الحقول وعند القيام بتعبية هذه السجلات سنلاحظ أنه إذا قمنا بالنقر على هذا السهم سنلاحظ أن هذه الأرقام توجد بداخلها بهذا الشكل إذا كانت لديك العديد من السجلات فمن الجيد أن تقوم بفرزها لأنه بهذه الطريقة سيكون من السهل عليك العثور على ما تبحث عنه حيث يمكنك ترتيب بيانات حقول النص بشكل أبجدي أو البدء من الأصغر إلى الأكبر للأرقام أو العكس فلو قمنا بالنقر على السهم الموجود بجوار حقل الأسماء سنلاحظ أنه يقوم بعرض هذه الأدوات والتي تتضمن الفرز من الآلف إلى اليا أو الفرز من اليا إلى الالف فلو أردنا أن نقوم بفرز البيانات بشكل تصاعدي سنقوم بعرضها بطريقة الفرز من الآلف إلى اليا نلاحظ هنا من الآي تزد وعلى عكسها من الزد تو اي الفرز من اليا إلى الالف أي بشكل تنازلي أو القيام بالفرز بشكل مخصص فلو قمنا بالنقر على الفرز بشكل تصاعدي من الالف إلى اليا سنلاحظ أنه قام بترتيب جميع السجلات بناء على الترتيب الأبجدي لهذه الأسماء بهذا الشكل ونلاحظ تغير رمز هذا السهم إلى هذا الشكل فلو قمنا بفرزه بشكل تنازلي سنلاحظ أنه يقوم بعرضها بهذا الشكل ومن ثم نقوم بفرز هذه الأسماء بشكل تصاعدي بهذا الشكل وبإمكاننا أن نقوم بفرز بيانات قاعدة البيانات وفقا لحقول متعددة بدلا من حقل واحد فقط وهذا ما يسمى بالفرز المتعدد المستويات فلو أردنا أن نقوم بفرز بياناتنا أبجديا بحسب العمر ثم بحسب الاسم سيتم فرز جميع السجلات بشكل تصاعدي وإذا حدث أن بعض هذه السجلات لها نفس العمر فسيتم فرزها مرة أخرى بشكل أبجدي حسب حقل الاسم بالكامل وللقيام بذلك هناك أكثر من طريقة ومنها أن ننقر على هذا السهم ومن ثم نقوم بالنقر على فرز مخصص وسنلحظ أنه قام بعرض هذه النافذة والتي يمكن من خلالها إضافة أكثر من مستوى من أجل القيام بعملية الفرز علما أنه يمكنك أن تقوم بحذف هذه المستويات إذا أردت ذلك وكذلك نسخ هذه المستويات فلو أردنا أن نقوم بفرز البيانات بحسب الاسم بالكامل وكذلك بحسب العمر فبإمكاننا أن نقوم باختيارها من هنا ونلاحظ أنه يقوم بتطبيق هذا الفرز على القيم الموجودة بداخله هذا الحقل فنلاحظ بالنسبة للنصوص أنه سيتم ترتيبها بشكل تصاعدي أو بشكل تنازلي فلك الحرية في ذلك أما بالنسبة للأرقام سيتم ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر ومن ثم ننقر على موافق عندها سنلاحظ أن البرنامج قام بتغيير الأسهم الخاصة بهذه الحقلين بهذا الشكل وهكذا يمكنك تطبيق عوامل تصفية متقدمة على قاعدة البيانات الخاصة بك فعلى سبيل المثال يمكنك تطبيق عوامل تصفية لعرض سجلات المستخدمين التي تحتوي على الإسم أحمد وذلك من خلال النقر على هذا السهم ومن ثم نقر على خانة البعث ثم نبدأ بالكتابة فنكتب مثلا أحمد وسنلاحظ أن البرنامج قام بعرض السجلات التي تتضمن هذا الإسم فلو نقرنا على موافق سيقوم بفرزها بهذا الشكل وإذا أردنا أن نقوم بإعادة جميع هذه السجلات نقوم بالنقر على هذا السهم ومن ثم نقر على هذا المربع الأسود من أجل تفعيل علامة الصح أمام تحديد الكل ثم ننقر على موافق وسنلاحظ أنه قام بإعادة جميع السجلات بهذا الشكل فلو أردنا أن نقوم بتصفية هذه النصوص بشكل مخصص نقوم بإعادة الكرة بالنقر على هذا السهم ومن ثم نقر على عوامل تصفية النصوص ومن ثم اختيار تصفية مخصصة سنلاحظ أنه قام بعرض هذه النافذة والتي يمكن من خلالها عرض البيانات التي نريدها بشكل مخصص حيث يمكننا أن نقوم باختيار الواو أو نقوم باختيار الاو حيث يمكن أن نستخدم هذين الخيارين من أجل تصفية السجلات بناء على أكثر من عامل وذلك حسب نوع الرابط المحدد فرابط الواو يمكن من خلاله تصفية السجلات التي تتحقق فيها كلا الشرطين معا أما رابط الأو فيمكن من خلاله التصفية بناء على تحقق أحد الشرطين أو كليهما فلو قمنا باختيار السجل من هنا وكذلك سجل آخر من هنا واختيار يساوي أي أن القيمة التي نريد البحث عنها في حقل الاسم بالكامل يساوي أحمد وأسامة ثم نقرنا على موافق فإنه سيقوم بإخفاء جميع السجلات لأنه لا يحقق كلا الشرطين أما لو قمنا بإعادة الكرة ولكن هذه المرة قمنا باستخدام أو ثم موافق فإنه سيقوم بعرض السجلين وللغاء هذا الفرز ننقر على هذا السام ومن ثم يلغاء تطبيق عامل التصفية أو النقر على هذا المربع الأسود من أجل عرض جميع البيانات ثم موافق بهذا الشكل لنطبق معا التدريب الأول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أحسنتم إجابة صحيحة إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وسمتاتم هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر